إنسانيا كذلك تتفانى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ عقود لتبقى يد العون المبدودة لكل منكوب وجريح إذ سندت منذ تأسيسها كل محتاج ولاجئ فقطت عوامها تسعى لضمان استمرارية تلقيهم كافة الخدمات الضرورية والإنسانية في التعليم والصحة والعون والرعاية فما لبثت تنقود وتحمي وتأوي من هجرته الحرب وأخرجته الكوارث من دياره في مختلف بقاع الأرض منذ تأسيسه في العام 83 حمل الهلال الأحمر الإماراتي شعار العنية بالحياة بينما حافظت الهيئة على رؤيتها المتمثلة في الريادة والتمييز بالعمل الإنساني في كافة حملتها والتي تعمل من خلالها على تحقيق رسالتها العظيمة في تعبئة قوة الإنسانية لمساندة المستضعفين فكانت السباقة دائما فترى طواقم الهلال الأحمر الإماراتي تهرع بكافة اقتصاصاتها إلى المناطق المنقوبة لمساعدة المتضررين غير أبيهين بانتمائه الديني أو بجنسه أو بطائفته يقدم الهلال الأحمر الإماراتي المساعدة والعون للمنقوبين وتسرع الهيئة وبحياد تام إلى إغاثة ضحايا الحروب في شتى أنحاء العالم إذ تشمل الإغاثة معظم احتياجات الإنسان وينظم وفد الهلال الأحمر الإماراتي حملات إغاثة للاجئين في عدد من الدول التي تشهد نزاعات متواصلة كما نجحت الهيئة في اعمار عدد كبير من مخيمة اللجوء في فلسطين وسوريا ولبنان وإقامة الوحدات السكنية المجهزة بالخدمات الأساسية للمنقوبين سلاسل من الإمداد البري والبحري والجوي حظي به قطاع غزة نفذته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نظير ما يشهده القطاع من حرب همجية بربرية مستمرة لأكثر من 150 يوم ولم يقتصر الدعم على المواد الغذائية والإغاثية بل شمل مصانع لتحلية وتنقية المياه ومخابز لصناعة الخبز ومطابخ تجهز الوجبات المجانية لسد حاجة المواطنين في القطاع بلادنا أيضا كان لها نصيب وافر من غيف الهلال الأحمر الإماراتي ولم يقتصر دعم دولة الإمارات الشقيقة على القطاعات الحيوية قد طاقة والأمن والغذاء بل امتد إلى مختلف مناحي الحياة حضر موت استفادت من مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي حيث ربطت جسور العطاء مختلف مديريات ومناطق المحافظة المترمية الأطراف قوافل من المواد الإغافية والطبية وملابس شتوية تقل أطفال برد مرتفعة حضر موت ومشاريع مستدامة للأسر المتعففة في المحافظة ومشاريع استراتيجية تخفف عن المواطنين مشقة الحياة الصعبة